الشماتة يا سادة أنا آسف يعني فيها ثلاث حاجات خسيسة الشماتة فيها ثلاث حاجات خسيسة وثلاث حاجات مدمرة لقلب الإنسان فكذين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تعرض الفتن على القلب كما يعرض الحصير عودة عودة فأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء أو الشماتة من أعظم الفتن اللي بتحصل للإنسان لأن النفس الأمارة بالسوق بتستخدم معاك توليفة كده توليفة من إيه؟ من المظلومية وتوليفة من إيه؟ من أن أنت بدل مظلوم يباح لك الفحش كمان أنت عشان أنت مظلوم يباح لك ما لم يكن الشرع يأذن لك به زي الغيبة والنميمة والإساءة والانتهاك للأعراض والسخرية من الناس لما تجمع دولة كلهم تصل إلى حد الكبيرة الكبيرة هنا بس مش كبيرة بس في حق اللي أنت شمت فيه لكن كبيرة زي ما لفت إلى ده أستاذ الدكتور طريف كبيرة في حق المجتمع حق المجتمع اللي هو بيحس أن المجتمع بيتفك أن المجتمع بيتمزق والإسم بيبقى أكبر كل ما الإسم كان للناس وتعدى للناس كل ما الناس أصبح الإسم عليهم أكبر ليه طيب؟ لأن أنت بتخلي الناس تحس أنه ما بقاش فيه رحمة بينهم ما بقاش فيه حرمة في حاجة اسمها حرمة الشخص راح في أكتر مكان محتاج فيه للرحمة فالمفروض أنت تكون رحيم من أكبر علامات تراجع الإيمان في قلب العبد الشماتة ليه؟ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبه لنفسه لا يمكن الشخص هو بيشمت يكون بيحب لنفسه أنه يكون في نفس موطن الشماتة اللي هو شمت فيها وفي أخيه وعشان كده أتى في السنن روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة في أخيك ليه بقى؟ فيعافيه الله ويبتليك ليه؟ عشان ده تقلي على الله تقلي على الله ليه؟ وانت شمت في واحد وأعتبرته أنه راح في مكان الهلكة مين اللي يحدد أنه راح في مكان الهلكة؟ الله ولزاك فاكرين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعض الناس لما بعض الناس إيه لحصل؟ راحوا وعملوا إيه؟ وقالوا نشهد أن هذا في النار وهذا في الجنة فنادموا نادي من الذي يتأل على الله؟ أشهدكم يا ملائكتي أنني أدخلت هذا الجنة وأدخلت هذا النار فالشماتة نفسها مليئة بالأشياء التي تطمس للبصيرة وتطمس القلب ويكفي بس أن الشماتة لا رحمة فيها وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء عارفين؟ الشماتة دي بتسد على الشامة أبواب الرحمة بتجعله كأنه ملعون الشامة ده كأنه ملعون تقفل عليه أبواب الرحمة ليه؟ بيتألع على الله بيطلب لأخي أسوأ مكانه ومع أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ما شمتش يعني أنا عايز أسأل الناس اللي هم ما بيش متوا ده هو حضرت النبي شمت ده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بين ظهراني عايش ما بين إيدي بيشوفه يمكن كل يوم عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق ده رأس النفاق ومش بس عشان ما حدش يقول بس أصلا ما أزاش حضرت النبي ده أزى المجتمع وخبب المسلمين ورجع المسلمين في الغزوات وكان أحد الأسباب الأساسية في هزيمة أحد إذن ده راجل أزى المجتمع ومش بس أزى المجتمع بس ده أزى حضرت النبي في شخصه هو اللي أدار حديثة تأفك ومع زيك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما مات مش أماتش فيه ده صلى عليه مش بس كده ده كفنه في بردته كده كتير علينا كتير علينا إن إحنا حد يجي يحسسنا إن الشماتة دي أمر شرعي وأمر جائس لا مش جائس ده درجة وده أمر متوارس لدرجة الحجاج بن يوسف السقف لما مات والناس عارفة وعمل إيه في الناس بس هو كان وكأنه كان عند وجهة نظر بس هو ظلم وقتل سعيد بن جبي فإن اللي حصل هو جاي يموت هو عارف إن أخرته عتكون لما يحصل كده يعمل كده في سعيد بن جبي فإن اللي حصل فلما مات هو جاي يموت ده حجاج الحجاج كان من أذكياء العالم رجل لم يخطئ لا في جد ولا في هزل فهو زكي فإن اللي حصل فهو جاي يموت رح قال إيه هو عارف إنه خلاص نهايته فقال إيه اللهم إنهم يزعمون أنك لن تغفر لعبدك الحجاج اللهم اغفر لي بيستعدي ربنا على الناس اللي هم عايش ماتوا فيه أو الناس اللي عاملوا فيه كده فخد فمات فسأل العباد والصالحين فسألوه هو سؤال هو قال حاجة قبل ما يموت وكأن الكلام ده كان عند سيدنا الحسن بصري فقال له إيه أوقال شيئا قبل موتي قال آه فذكر الله التعاء اللهم إنهم يزعمون أنك لن تغفر لعبدك الحجاج اللهم اغفر لي فسألوا أوقال هذا آه فكرر عليه قرر السؤال ثلاثة مرات فقال له آه قال كده قال أظن أن الرجل ناجي الله الله على القلوب العامرة بالنور ما شمتش وقال بقى ازاي ده ده أكيد ما كانتش صادق قال له سينجوا بحسن ظن في الله ما هكونوا الناس مقرين بأنه أزى أزى وكمان أزى على المستوى العالم لا يا سادة